مساء الخير يا أهل الخير كيف رأيكم إن شاء الله تكونوا غاية وملاحوا بخير وعلى خير وإن شاء الله نكون طليت عليكم بالخير ولهنه والفرح والسرور دائما نبدأ بالصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا عليه إذا عجبتكم وصفتها اليوم ما تنسوش تجربوها هاد الوصفة ناجحة مئة بالمئة يعني من أول تجربة وخاصة عن المتدئات رح يجيكم سهلة بالبزاف وكذلك إذا عجبتكم وصفتها ما تنسوش تجربوها وتبعطجوها محبباتكم وتجربوها ونقدركو على زر الجرس ياسلكم كل جديد وصواتها اليوم هي محاجب بسميد على أصولهم واحد البنة الله الله ما عندي ما نقول لك يجو حارين ومورقين بعجينة رائعة جدا وحي نجحو لك من أول تجربة واحد ولي مدمنة عليهم من كطرة البنة كذلك ميكل فوكشن ونشوفوا المقادير على بركة الله نبدأ بالمقادير على بركة الله الحاجة اللولان نروح نوشت الحشو التعنا نجيبو مقرة التعنا ندرو فيها شوية زيت ونديرو حبة البصل تكون كبيرة ونقطعوها يعني كما راكم تشوفوا على حساب هاد الشكل ونخلوها تتقللنا وبعد ما تتقلالي مليح البصلة التاعي كما راكم تشوفو نضيفو لها حبة تعطماطن ما تكون يعني كبيرة شوية نرابوها ونضيفوها للبصلة تاعنا ونضي لها شوية فلفلة كحلام وشوية فلفل حمر ونضي لها ايضا التوابل الحارة يعني فلفل احمر يكون حار وشوية ملحنا اذا ما كشانتكم توابل الحارة نجمو نديروها اما هريصة ونديرو فلفل حار يعني الاختيار بقى لكم وبعدها نغطوها ونخلوها طيبنا اما بالنسبة لعجينة درت ربع كيسان تاع سميد نوعيتها هيكون نرطب ونضيف لها ايضا غير نصف كاس تاع الفارينة ومغرفة صغيرة تاع السكر واربع مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز ونخلط قاع المقادير النشفة مع بعض اما بالنسبة للملح ما رحش نضيروه مرحش نضيفوه فيها الخطوة رح نلمل عجينة تاعي بالمدافي كما راكم تشوفوه وبالنسبة للماء يعني جات نيزوش كيسان ونص ساعة المنتوم الماء يكون الحساب يعني الفارينة تاعكم اذا كانت شرب الماء بزاف ولا لا وبعدها اللملع عجينة تاعي كما راكم تشوفوه يجي شكل التاح رائع جدا وبالنسبة هاد الخطوة مرح تدلكوها ماء ولا رح تلموها غير بهذا الشكل وديروها في صاشي وتغطوها بسربيتة وتخلوها تريح انا خليتها غير نص ساعة خاطش كنت مقلقة انتو ما تبغوا تخلوها ساعة ولا ساعتين يعني كل ما كترتو كل ما المحاجة بتاعكم رح يجوكم رائعين وبعدها رح نقلحها من صاشي شما نخيط ديها بشوية تاع الماء ونقلحها رح تنقلح لك بكل سهولة وبالنسبة هاداك الاناء نجيبو مغرف صغيرة تاع الملح ونزيزو فوقها شوية تاع الماء ونفتحو داك الملح كما راكم تشوفو وبعدها نجيبو العجينة تاعنا ندروها في ذاك الاناء ونبدو ندربو العجينة تاعنا بالبونية كما راكم تشوفو باش داك الملح يدخلنا مليح في العجينة تاعنا يعني الملح نضيفوه غير في هاد الخطوة يعني في الخطوة تانية وبعد ما نخلوها تريح عاداك نديرو الملح يعني في الاناء ونديرو عليه شوية ما ونديرو العجينة تاعنا بعدها نكتلكوها حوالي 10 دقائق كما تشوفو لذلك الشكل رائع و تجري بها وبعدها نددية بشوي زيت و نقل على العجينة تعي كما ركن يشوفو يعني ندلكها لمرة ثانية غير بشوي زيت مرة يعني مرة مرة بشوي زيت يعني دلكنها غير حوالي دقيقة و بعدها ندينية خبطوها ونخبطه يعني على طاوية العمل بهذا الشكل خاص يعني تديروا هاد الخطوة باش دي شكل تاحه رائع وبعدها رح يعني ندهنو يدينا بشوية زيت ونبدو انقرصو الى كريات كي ما راكم تشوفو ومن الاحسن تكون يعني الحجم تاع الكريات يكون صغار باش كي تجوا تفتحوهم رح يفتحو لكم بكل سهولة ما يدقطعو لكم ما والو هنا كي ما راكم تشوفو تبدو تقلبوا لعجينة تاعكم ومن الاحسن كي ما قولكم خاص الزيت يكون حداكم يعني يكون شوية تدهنو يديكم بالزيت وتشكلهم على شكل كريات هنا كي ما راكم تشوفو بالنسبة للسنين اللي راح نستطف فيها يعني الكريات تاع المحاجب بتاعي ندهنها اولا بالزيت ثم بعدها عادك نحطو الكريات تاع المحاجب كي ما راكم تشوفو هاد الوصفة يعني رح تغرملكم وبعدها نرشوه بشوية زيت من فوقه ونغطوه بالورق الشفاف ونزيدو فوقه سربيتة ونخلوه يريح حوالي عشر دقايق انا كي ما قلتلكم اتخلو غير عشر دقايق وتعاودو الطيبوه اما بالنسبة عن طريقة تاعات على الخدمة تاعات اللي تأمي هي اللي تديراه باش نسولكم غاية وتفهمو كتر انا كي ما راكم تشوفو خاص ديرو يديكم تدهنو يديكم شوية زيت تبدو تفتحو العجينات تاعكم وبعدها تبدو تجبدو فيهم كي ما راكم تشوفو حتى تشكلو على شكل ضائري كي ما راكم تشوفو يعني اتجبدو بهذا الشكل يعني كي ما قلتلكم اتجينا تاعكم اتجي رائعة واذا تقطعو لكم شوية من الجاون بيعني عادي هنا كي ما راكم تشوفو يعني نجبدو حتى ننشكلو لشكل ضائري وبعدها ندخلو الجيهة اليوم ننضيروها في الواسط والجيهة اليسرى نديروها فوقها كي ما راكم تشوفو وبعدها نديرو الحشوة تاعنا اللي كنا حضرناها من قبل نديروها في الواسط هنا بالنسبة للحشو ما تكتروش بزيف خاطرش غادي لاكترتو غادي كي تجو طيبون بحاجب تاعكم غادي يعني راح يخرج لكم الحشوة تاعكم سمام الأحسن انكم ما تكتروش نديروها شوية وبعدها نجيبو الجيهة التحتية نية نديروها تانيك في الواسط ونزيدو الجيهة الفوقانية كذلك ندروها فوقها يعني حتى تشكلكم على شكل مربع ونسقمو المحاجب بتاعنا باش يجي شكل التاحا رائع وشبا اما بالنسبة للطريقة تعطيه بتاحا اهنا ندروه يعني الطاجين بتاعنا ندروه يكون مسخن مسبقا على النار تكون مطاوس سيطا وبعدها كنجون طيبو المحاجب بتاعنا نرشو الطاجين بتاعنا بشوية زيت ونحطوا المحاجب بتاعنا ونزيدوه نرشوهم شوية زيت غير تشوفوهم داروا فوقها تتقلبوهم على الجيهة الثانية يعني حاولي عشر ثواني تتقلبوهم على الجيهة الثانية وتعودو ترشوهم للجيهة الفوقانية بشوية زيت وتخلوهم يطعبوه تستمرو يعني في الطريقة هذي وهنا جبت لكم استيوس بالنسبة لممتعدئات راح تساعدهم بالبزاف خاصة يعني كيجو يغلقوا المحاجب هنا تجيبو اولا تجيبو بابي كويسون تقطعوها لشكل مربع باش يجيبو مربع شوية الصغير هنا كبرتان ثم تصغروه تدهنو بشوية زيت من فوقه ومن تحته وتلسقوه في طاوية العمل وبعدها تجيبو الكوريات على المحاجب بتاعكم تفتحوها يعني بالزيت كما قلت لكم وتشكلوها على شكل مربع بعدها تغلقوها ويجي شكل تاحها على الحساب يعني الحساب المربع اللي قصيتوه هنا كيبنو تلكم الأحسن يكون مربع شوية يعني صغير متكبروش غاحاكا باش يجيو الحجم بتاع المحاجب بتاعكم يجوكم مقاع كيف كيف ودجي حبة قد اختها ويجو رائعين وانا من الأحسن أنتكم يعني يتسقموا الجوانب باش يجيو الشكل تاعها رائع وشباب وبعدها يعني نرش شوطاجين تاعنا بشوية زيت ونجيبو المحاجب بتاعنا هنا خاص يكون فابيكويصون يكون مجيوها الفوقانية وكي تقلعوها ينقلع لكم بيكون سهولة لانو يخاطش دنالة الزيت يعني قبل من من نشكل الاخر المحاجب بتاعنا هنا كما قلت لكم رح ينتفخو لكم كذلك رح يجوكم خوين من الداخل ما يتعجنون لكم موالو يعني شكل التاحهم رح يجي شاهي ورائع وهذا هو شكل التاحهم بعد ما طيبتهم كما راكم تشوفوا يجي شكل التاحهم رائع بالبزات يعني تستحق تجربة هاد الوصفة اذا عجبتكم برطجوها محببتكم هاد الوصفة وجمجمون عليها وشاهية طيبة